للزوم تحصيل الحاصل ليه؟ لأن العلم يتوجد فأنا وأنا بدفع الألم لا أستطيع تحريكه نفس الحركة التي حركته بها ما ينفعش حد تاني يحركه نفس الحركة لأن الحركة حصلت الباب تفتح فما ينفعش فتحه وتحصيل الحاصل محاق إذن فتعلق قدرة أحد القادرين بمقدوره تمنع من تعلق قدرته غيره وإلا حتجوز اجتماع مؤثرا على أثر واحد أو تحصيل أي حاصل فلو هما الاتنين بيخلقوا سوا بيوجدوا سوا يبقى مش كل واحد بيوجد على التمام يبقى كل واحد بيوجد حتة والحتة التانية تتوجد بقدرة التاني يبقى التاني عاجز عن إيجادها حال تعلق قدرة التاني يبقى كل واحد مص إله في الحقيقة يبقى ديت ليست بقدرة يبقى قدرة مخصصة فهي حادثة والقدرة الحادثة ليست بمرجح لبود هذا العالم ده لو اتفقوا طب لو اختلفوا أوضح ده لو اتفقوا إذا كان مع يدي يلا نزق العربية يلا نيوجد إنسان فهو أنت بتوجد إنسان مع الإله الثاني زميلك دوت في اللحظة دي كل واحد فيهم في الحقيقة عاجز كل واحد فيهم بيوجد جزء من الإنسان ما فيش واحد فيهم قادر على إيجاد الإنسان كامل أو التاني بيلوش اللي هو إيه أنت اللي بتزقه هو عمال بيعمل إيه كده بس بيده وما بيعملش حاجة يبقى التاني دوت إيه ما لهوش لازمة أصلا ما هوش إله أصلا وإنت بتفترض أنهم متماسلين يبقى أنت فرضيتك يا إما فرضيتك هي اللي غلط يا إما لو دوت متماسل وسبت عجزه يبقى التاني عجز عمش أن نمشي كلامه نعم أنت بتبدع التماسل يبقى الاتنين عاجزين ولو الاتنين عاجزين يبقى العالم مش موجود والعيان يكذبوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتها لفسادتها يعني إيه ما كانوش موجودين ما كانوش حبا موجودين والعيان يكذبوا ليه يكذبوا لأنهم موجودين فموجودين يبقى لابد لهم من وجود إيه قادر أو جدهم على التمام لأنه لو كان قادرا على البعض لكان حادثا في قدرته وقد أثبتنا ضرورة استناد العالم إلى قدرة إيه قديمة ولو التنازعوا أوضح لأن لو نفذ كلامهما معا واحد عايزه يتوجد والتاني مش عايزه يتوجد اجتمع ناقدين ما نفذش كلامهم معا برضو اجتمع ناقدين وعجز اللي اتنين نفذ كلام أحدهما دون الآخر يبقى يما هم غير متماسلين يما واحد فيهم هو الإله والتاني ما لهوش لازمة تحصل حاصل صح؟ فعلى كل الاحتمالات لا يتصور إلا أن يكون إلها واحدا موجدا لهذا العالم مريدا له كل صفات التأثير مريدا وقدر في القدرة والإرادة استخدم أي واحدة فيها برضو الإرادة نفس الكلام لو أراد أحدهما وجود العالم وأراد الآخر عدم وجوده لكن تستخدم دليل الإرادة ولكن تستخدم دليل القدرة لأن الاتنين أصلا بيتلازموا أقلهم يبقى دوت الزات القادرة الواحدة واحدة ارجع بعد السطرين اللي حتى تجاوزناهم ويلزم أن تكون كل صفة من صفاته تعالى واحدة وإلا لازم اجتماعه المثلين أن فيه القدرتين بيتأتى منهم نفس التأثير وأحدهما لا تأثير له وتحصيل الحاصل وهو محب فلما أثبتنا أن كل ما في الوجود من أثر القدرة القديمة قال وبهذا الدليل تعرف استحالة أن يكون لشيء من العالم تأثير البتة في أثر ما لما يلزم عليه من خروج ذلك الأثر عن قدرة مولانا جل وعز وإرادته وذلك يوجب أن يغلب الحادث القديمة وهو محال فبرضه ما بنقولش أن الإله ما لازم بلك الكون والكون بيشتغل لوحده فبالتالي البتة بتولد والإله مش هو اللي بيخلق الجنين مش بيخلق الكاتكوت لمحال إيجاد البتة الكاتكوتها والبضطها ديت هل الإله قادر على إيجادها ولا لا لو هي اللي بتوجدها من عدم فلو هي اللي بتوجدها من عدم يبقى القدرة ما ينفعش يتوارد مقدورين أو مؤثرين على أثر إيه واحد يبقى ضرورة الثانية عاجزة بها هي غلب الحديث الحادث القديم سبحانه وتعالى فلا أثر إذن لقدرة المخلوق في حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية ولا في أثر ما على العموم لا مباشرة ولا تولدا تولدا زي أحجار الدومينو إن أنا بزق لحاجة فالحاجة بتوعب تزق 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 في الآخر أنا المؤثر الأول أو مباشرة إن أنا اللي بزقت كل حجر من أحجار الدومينو داو كل داوة وما رميت إذ رميت ولكن الله رماء أنتم تزرعونه ونحن الزارعون داوة اللي هي المعنى الحقيقي إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وما نعمل خالقوا كل شيء سبحانه وتعالى ومن كل الأشياء أفعلنا التي تكون على جهة ما تسمى معصية وعلى جهة ما تسمى طاعة كما سيأتي ودوة بيفتح باب إشكالات كثيرة جدا في الأزهان فمرتبها واحدة واحدة في أزهان ولكن المعنى الذي نريد تقريره بوضوح لا إبهام فيه أن كل حركة وسكنة في هذا الوجود كل شيء يحدث من العدم فهو بإيجاد الله سبحانه وتعالى على الاستقلال ولا تأثير بمعنى الإيجاد من العدم لأي مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود وأن الكون ما هوش سيستم داخلي مغلق الشغاله وسابه لأنه لو كان سيستم داخلي سيلزم منه تخصيص القدرة القديمة وتخصيص القدرة يلزم منه على طول حدوثها فبالتالي حاجة بتصنع حاجة في اللحظة دي بقى القدرة القديمة عاجزة عن إيجادها لأنه ما ينفعش يتعلق مقدورين بإيه بقدر بشين واحد هذه تصورنا العقل قدلنا على هذا الدليل والنقل أيد هذا المعنى تأتي إشكلات طب فيما التكليف وفيما العمل ونخش الجنة ليه ونخش النار ليه وما معنى الثواب وما معنى العقاب وما معنى الطعاة وما معنى المعصية ولما أمرنا الله بشيء وهو خالق كل شيء كل ذات أسألة بترد إلى الزهن فانفكها واحدة واحدة صلى عنه باختصار قلنا أن الله لا يجب عليه شيء وقلنا أن الله منزه عن العلة الغائية وقلنا أن هذا الوجود موجود بالإرادة الإلهية فبالتالي الأمر والنهي والتكليف ليس متوقفان على شيء بل هي أمور جعلية من الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى ثم الثبوت أو الأمور الثابتة أعمى من أن تكون الموجودات فنبهنا إلى أن هناك الاعتبارات كالوراء والقدام والأبوة والبنوة فأنت إذا جلست أمام العمود بالنسبة إلى ظهرك أو بالتالي فهنا حصلت شيئا ما اسمه إيه القدام الأمامية أنك أنت بقيت قاعد في الأمام هذه الموجودات يمكن أن ترتب بقدر ما يعني أستطيع أن أنا أحط الأحمر هنا والأخضر هنا وأستطيع أن أنا أعكس فإذا قيل ليه بأنك لو وضعت الأحمر أمام الأخضر دخلت الجنة جاز عقلا وإذا قيل إذا وضعت الأخضر هو الأمام برضو جاز ما فيش إشكال لأن الإله مش منزم أنه هو يكون فيه مبرر عقلي للايه أصلا السؤال ساقط علشان كده قلنا أن في بعض التشريعات بتجد عين المحرم واجب في شريعة أخرى حاجة محرمة واجبة في شريعة أخرى كما واجب زبح الإبن على سيدنا إبراهيم هذا تشريعه وهو محرم عليه في الإسلام وفي معظم الشرائع فالشيء ممكن يكون بذاته واجب وسبب له دخول النار لو لم تمتسل وبذاته محرم وسبب دخول النار لو فعلت لأن الأحكام التكلفية ليست صادرة عن علغائية للإله أو صفة ذاتية للأشياء لأن لا صفة ذاتية للإن للأشياء وإنما هي أمور جعلية يعني هي جعلية قال لي لما تعمل الفعل ده حتخش الجنة ولما ما تعملش الفعل ده حتخش النار يبقى هذه حررنا أصلا أن أفعلنا هي السبب العقلي لدخول الجنة أو النار لا يدخل أحدكم الجنة بعمل ولا أنت يا رسول الله ولا وإنما هي أمور جعلية طيب ثم نجد من أنفسنا بداهة التفرقة بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري لما بيجي لك مرض ولعزو الله ودرجة حرارتك ترتفع لنفسك بترتعش لا تستطيع إيقاف الرعشة دي عن نفسك وده فعل الاضطراري تجد من نفسك بداهة والفعل الاختياري هو أفعلنا اليومية اللي بنفعلها فالبداهة والوجدان يفرقان بين شعورنا بالاضطرار وشعورنا بالاختيار ولكن هل شعورنا بالاختيار دال على أن هذا الاختيار مخلوق لنا يعني موجود من العدم هذه جهة مختلفة فالاختيار هو عدم الإجبار على الفعل هو إرادة الفعل ماشي وأنت تجد في نفسك هذه الإرادة لا نستطيع أن ننكر ولكن إرادتك للفعل هل تعني أنك خلقت هذا الفعل أو جدته من العدم إطلاق بل تعني فقط أنك اخترته ونتكلم عن اختيارك ده كمان كمان شوية بس خلونا نخلص من واحدة واحد خلونا نخلص من مستوى الفعل نفسه ففعلك في ذاته وإن كان واقعا بالاختيار إلى أنه ليس مخلوقا لك بل غاية ما في الأمر أنه مكتسب لك يعني مكتسب يعني أنه خلق عند إرادتك ودوت مثاله وطبعا المحتاج تفصيل أقرب يرجع إلى الإحياء في كتاب التوحيد والتوكل رمال غزالي أطال النفس جدا في التشبيه وإنك إنت لو شفت ألم بيكتب على اللوحة إلى آخر هذه الأمسة ولكن مثاله الميكانيكا إنك إنت بتدور ترس فلما الترس ده يدور يدور ترس تاني فإرادتك هوا ما تشتغل ويحصل منك النزوع إلى اختيار شيء ما يخلق عند هذه الإرادة فعل آخر ويخلق فيك الحركة ويخلق فيك القدرة عليه فتكتسبه فيؤدي إلى حدوث الفعل لا إيدك اللي تحركت مخلوقة ليك من العدم لأنك بدهتا حتى على سبيل التقريب كده معنى الخلق إيجاد من عدم أنت أصلا مش عارف كم عصب تحرك مش عارف كم حركة عملتها في هذا الوجود ده أنت أقرب إلى الآلة لو تأملت عصبك اشتغلت شوف كم شيء انبعث داخل نفسك وكم حركة ميكانيكية العضلة بتاعتك تحركت فيها وكم شيء اكتسب وكل دوت مش معلوم لك فكيف يقال أن حركتك هذه اختيارية بالمعنى ده عن كمال خلق وإيجاد من خلق وإيجاد من عدم وأنت لا تستطيع الإيجاد من العدم لهذه الأداء إذن الذي يحدث أنه لما يوجد الفعل عقيب الإرادة تتوهم أنه حاصل بحولك وبقوتك وهو دوت معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول عن شيء ولا قدرة على شيء إلا بالله ودوت معنى أنها كنز من كنوز الجنة لأن رأس دخول الجنة هو مشاهدة تمام الألوهية وتمام الألوهية هي كمال تصرف في هذا الوجود فبالتالي إيب أنت لشدة تلازم الأمرين تتصور بينهما السببية فاكرينما ولنا لكم أن السببية دليل عقلي مخالط للعادي أو دليل عادي فيه شبهة العقلية فمعنى السببية لأنه ننكره أنه لا بد لها من فاعل ولكن تعيين الفاعل هو مثار الغلط تعيين الفاعل هو مثار الغلط ولله المثل الأعلى زي الطفل اللي بيبقى ركب على العجلة ومتصور أنه هو سند نخس وأبوه ما سيكه له من وراء علشان ما يقعش فمتوهم أن الاتزام أتى من قبله وهو فقط أراد الاتزام فلما أراده لكمان شفقت أبيه عليه أوجد له هذا الإيه الاتزام وربما حرك ساقيه من غير تأثير ودفعها الأب فيتوهم الإبن برضو أنه هو المحرك وليس له إلا الحرك أهدوت ما ندرك به وجود هذا العالم وما رميت إذ رميت ولكن الله إيران دوت معنى الخالقية أن في كل لحظة من أفعالك أنت يخلق لك الفعل طبعا كان شوية بنقول والإرادة هي كمان مخلوق ولكن سيبك من داد دلوقتي هنرجع لها ثم هذا الفعل قد يتعلق به أمر فيقول لي ما تشربش المشروب ده لأنني سميته خمرا أو لأنه خمر وأنا حرمت عليك الخمر واشرب هذا المشروب لأنني سميته ماء أو لأنه ماء وأنا أبحت لك الماء طيب القدرة التي صرفتها إلى هذا الفعل هي هي القدرة التي ستصرفها إلى هذا الفعل على تفصيل طبعا هل هي القدرة عرض أصلا ويبقى وليس قضيتنا علشان بس ما نخشش في برضو ما سائل تزيد الأمر تشويشا فهو بيقول لك فلما تفعل هذا الفعل أنا حسميه معصية وأنا الذي خلقته طيب أنت الفعل لا أنت الفعل لأنك أنت باعتبار أنك اكتسبته ويعني اكتسبته صرفت قدرتك الحادثة إلي المستندة إلى إرادتك الحادثة فلما تصرفها إلى شيء منهي عنه بيسمى معصية ولما تصرفها إلى شيء مأمور بيسميها طاعة فيحصل السواب والعقاب ولا تتوهم أن الطاعة هي سبب السواب والعقاب وإلا لازم منه موجود مؤثر وموجب على الله وده وتمعنا لا يدخل وحدكم الجنة بعمل لو أنت فكر أن طاعتك وصلاتك هي اللي بتدخلك الجنة أكفر تكفر مش تعصى تكفر ليه تكفر لأنك جعلت في هذا الوجود مؤثر سوى الله سبحانه وتعالى بل الذي جعل دخول الجنة عقيب الصلاة هو الله يعني إيه؟ يعني لو أراد أن يدخلك النار عقيب الصلاة لفعل إذن فهو أدخلك الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق العمل ونسبه إليك فبالتالي صارت الطاعات كلها كسبا من العبد وخلقا من الله ودخول الجنة والثواب عليها فضلا تاما من الله بلا استحقاق فعلمنا أن السعيد من دخل الجنة وأن هذا غاية الفضل أنك بلا حول ولا قوة أتيت إلى هذا الوجود وبلا حول ولا قوة خلقت لك القدرة على اكتساب ما يسمى بالطاعات وبلا حول ولا قوة دخلت الجنة فأي فضل بعد هذا الفضل؟ غاية الفضل، غاية الكرم هو الكرم الإلهي علشان كده في الحقيقة ععلى مرات المحبة في كمال التوحيد لأنك لا ترى شيئا من ذاتك كل منه يبقى أحمق الحمقة من تركه هذه النعمة العظيمة وهي التوفيق للطاعة اعتراضا على التاني بقى صرفة أبصرنا للتاني ولي عايزوا بالله سبحانه وتعالى ليه يا رب الكافر كفر؟ ما هو برضو نفس القصة غاية الخزنان هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي وهؤلاء أهل النار ولا أبالي منذ البداية أصلا البداية أهل الجنة مخلوين للجنة وأهل النار مخلوين للنار طب إحنا موجودين ليه؟ لظهور الفضل داو فضلنا أننا أصلا نفين العلة الغائية عن الله ولكن فتأفهم أنها عطاء وكرم ليك بلا سبب عشان كده المصوفين لما يقولك أن الحب هو سبب الوجود يقصد بها معنى إيه؟ على إيه حصر أنت حت تتخلق وتخش الجنة؟ على إيه؟ فهو محبة غاية المحبة بلا سبب لأنه منزه عن السبب فتكرم عليك بالوجود والإيجاد وأدخلك لإيه؟ الجنة دي كلمة لما منعطاء إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق العمل ونسبه إليك وتعبدك بنسبة العمل إليك من لم يشكر الناس لم يشكر الله ليه؟ لأن صار البشر قبلة الشكر كما صارت الكعبة قبلة السجود ونحن لا نسجد للكعبة ولا نعبد البشر ولكنه تعبدك النبي لما كان يعطي الصدقة إنما أنا قاسم والله هو المعطي اليد العليا خير من يلادي السفلة فشرف اليد المعطية وهو الذي أعطى اليد المعطية علشان كده بر الوالدين مثلا غاية الشرف والتفضيل لهم أن جعل هذين تحديدا تمام؟ أن جعل هذين تحديدا سببا لإيه؟ لوجودك فلولا هما لما وجدت لترى من هو الخالق بس اختارهم ليكونوا مظهر لوجودك سبب يجري عليه الوجود فيتعبدك بشكرهما ويتعبدك ببرهما ليه؟ أهدى التشريف وتفهم منها غاية التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أنك إنت أشتخش الجنة إلا تحت قدمي وإلا بطاعته بعض الحمقى لقيتهم بيقول كان بيستعظموا كلمة فداك أبي وأمي اللي الصحابة كانوا بيقولوا مش خلي أبوك همك نفعوك يوم القيام سيب النبي خلي أبوك همك نفعوك ده حيفر المرء من أميه وأبيه لولا أن أمه وأبيه يكونوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تكون متبعا للنبي فيشفع فينا النبي فتقوم الساعة وندخل الجنة لا تحصل لنا النجاة ما ده غاية الفضل؟ إن ربنا بيجعل الفضائل على يد أشخاص فكما لا وجود لك إلا من أبويك لا هداية لك إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم دغاية التشريف أخو ربنا بيوزع المنازل وبيوزع ودغاية الاعتراض إيش معنى فلان غاني؟ إيش معنى هو اللي يديني صدقة وأنا اللي أخذ منه الصدقة؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم عيشانا سر الاعتراض في هذا الوجود إيش معنى ده اللي ينزل عليه القرآن من بيننا؟ قسمة ربك في الآخر وإنما واجبك أن تكون عبدا فيما أقامك لا فيما أردته يعني إيه؟ يعني إذا ابتلاك لقدر الله بالفقر وجعلك الآخذ يبقى عبدتك يا شكر المعطي المعطي المتصدق والمعطي الأول هو الله سبحانه وتعالى والعكس صحيح إذا جعلك المتصدق يبقى ترى الفضل من الله سبحانه وتعالى وإنما أنت قاسم لا يبقى الطعا والمعصية هي عبارة عن إيه؟ هي أمور هي انصراف القدرة الحادثة إلى فعل هو منهي عن والثواب العقاب أمور جعلية لا عن سبيل التأثير بل جعلها الله سبحانه وتعالى لشان كده قالوا أن الطعا والمعصية في الحقيقة علامات وليست علال يعني علامات يعني إذا رأينا الطعا استبشرنا بحصول السعادة دليل على أنك وفقت إلى الطعا فدليل أنها بشرة إلى أنك تسير في طريق الجنة وإذا رأيت المعصية خفت أن تكون نزارة وتكون تخويفا من أنك تسير في طريق النار النار ولي يعز بالله سبحانه وتعالى فعلشان كده بنفرح بالطعا من باب أنها بشرة من الله سبحانه وتعالى كما قال نبي تلك عاجل بشرة المؤمن ولا تدر ونخاف من المعصية من باب أنها نزارة ونرجو في النهاية في كل هذا رحمة الله لأن لا بطعتك ولا بمعصيتك حتنجو ولا حتهلك فينقطع رأسا العجب يبقى اللي بيعجب بعمله أحمق ليه؟ لأنك لا حول لك ولا قوة حقيقة يبقى لما تغطر على الخلق وتتنفخ كده بفلوسك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بعبتك يبقى دي غاية الغباء غاية الغباء لأنك فخرت أو تفخرت بما ليس لك وبما هو زائن أصلا ونسيت الفضل من الله سبحانه وتعالى أفلا يكون ظلما أنه خلقت بعض الخلق وخلق فيهم المعصية وقد خلقهم النار وده سؤال سيدنا أبو الأسود الدؤلي لسيدنا عمران بن حسين من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرأة ومسلم فرح سيدنا عمران عصلا هو اللي سأل سيدنا أبو الأسود يختبره يعني بيشوفه فهمه فقاله لقد وقف شعره رأسي هذا ملكه يعني إيه؟ يعني العدل فرع من الإيه؟ من الملك من الملكية من الحق وهل هناك حق؟ سؤال الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود فلا يتصور منه الظلم أبدا ليه؟ لأن كل ما في الوجود هو لا فما الفرق بين الحجر وبين الإنسان؟ ده بيتألم بيقول آه بس بيصعب عليك مش أكتر مش يصعب عليك علشان تدعوه وتحرص عليه ملول الرقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في طبعك لما حرست على هدايتك ولكن في النهاية أنك لا تهدي من أحببت ولكن في حقيقة المعنى المجرد الإنسان مثله مثل الحجر في أن كله خلق من خلق الله سبحانه وتعالى لا ورد أن يهلك هذا لا فعل فالإنسان لم يزدد استحقاقا بحياته ولا بعقله ولا بأصل خلقته ودي نزعى شيطانية أنه ظن أن بأصل خلقته الشريفة التي هي من نار استحق منزلة على الإنسان والإنسان يظن أنه بأصل خلقته الشريفة يستحق منزلة على الحجر حاشة لله بل المنزلة هي كرمنا بني هذا تكريم من الله ولو لا تكريم منه قل كونوا حجارة أو حديدة حتبقوا حاجة واحدة حتتساوي فبالتالي الله يتصرر في ملكه كيف يشاء فلا يكون خلق إنسان وإدخاله بالنار منزل أزل ظلما لأنه هو تصرف في ملك الله سبحانه وتعالى شديد على النفس شديد على النفس ومن هنا تنقطع القلوب خوفا خوفا ليه؟ لأنه لا يبالي هذا هو الخوف الحقيقي ليس الخوف الحقيقي أنه منطمم ولا جبار الخوف الحقيقي أنه لا يجب عليه شيء مش معنى كده أنه هو عبسي معنى كده أنك أنت ملكش منزلة ذاتية فتفهم منها أن الكرم والتنزيل والتكريم والتشريف والتعظيم والتسييد كلها أمور جعلية من الله سبحانه وتعالى فهنا ينقطع الخوف ذاتية اسمها الرسالة بل استحقوا النجاة كرما من الله سبحانه وتعالى فتفهم ليه؟ الصحابة المبشرين بالجنة كانوا بيخاف ربما هم كانوا شكين في وعد النبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم يكفروا وحاشاهم من الكفر لو أنكروا وعد النبي بدخلهم الجنة ولكن يعلمون أنها أمور غير ذاتية وأنها أمور جعلية وأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء فمن هذه الجهة يحصل الخوف ومن هذه الجهة يحصل الرجاء ولكن الرجاء بغاية الكرم والرحمة ومن هذه الجهة تحصل المحب إذا رأيت أنه قادر على هذا يخلق إنسان ويجعله عظيما شريفا فيدا في قوم كالنمرود ولا كفرعون وهمان ثم يدخله النار في لحظة يخسف به الأرض في لحظة ويدخله النار ويخلق ويختم الله سبحانه وتعالى على قلبي فلا يهتدي ولا يبصر وطرى مثل هذا وطرى الفضل عندك أنه هو بصرك وهداك وألهمك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بلا حول منك ولا قوة تعلم غاية الفضل فده وتحصل به كمال المحبة لو تأملت إيبا إحنا بنفهم الكون إزاي بنفهم أنه في الكون كله من خلق الله سبحانه وتعالى وإنما نحن ظل في يد الصمد كما يقولون في الشعر وأننا نكتسب أقدار الله سبحانه وتعالى التي أرادها لنا وأن التشريع والأمر والنهي هو صرف الإرادة التي نجدها في أنفسنا إلى الأمر والنهي ثم نكتشف أن الإرادة هي كمان مخلوقة لله طب ما هي مخلوقة ما يخلقها بقى ويهدينا ما لكش دعوة لأنك لا تستطيع معرفة ما سيحدث في الزمان الثاني وإنما ما تجده الآن هو صرف إيه الإرادة التي عندك إلى الفعل الذي هو أمر ونهي علشان كده قال للدعاء بأن لو شاء الله ما أشركنا أنتم ملكوا هي حقيقة ولكنها بتقال في معرض التبرير لأنك لا تعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى لكن الحقيقة هي قاهرة فبالتالي بعد وقوع المشيئة بعد وقوع الفعل نقول أن هذا مشيئة الله سبحانه وتعالى علشان كده في أول الموطق قصة الطعون لما ظهر الطعون في عمواس وسيدنا عمر كان داخل الشام استشار الصحابة ندخل ولا وندخلش فجمع مشياخة قريش مهاجرين فقاه الصحابة لولو لا تدخل لا تورد الناس على هذا الهلاك وجمع الأنصار فاختلفوا عليه لغاية ما جيه الصحابة مش فيكر مين بيقول له أتفر من قدر الله لما سيدنا عمر قرر أنه ما يخشش خلاص سيدنا أبو عبيد أتفر من قدر الله بيقول لسيدنا عمر قال له لو غيرك قالها تيجي من غيرك ما تيجيش منك نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله يعني الكلمة العبقرية دي أن كل ما واقع فسيكون بقدر الله ولكن كمأمور بتحصيل ما فيه المنفعة وما فيه الوجوب الشرعي فإن حصلته سميناه قدرا وإن حصلته معصية سميتناه قدرا برضو بعض الوقوع ولكن لا نحتاج بالقدر قبل قبل الوقوع علشان كده زي ما برضو أشرنا حديث البخيري لما سيدنا آدم التقى بسيدنا موسى سيدنا موسى بيقول له أنت أبانا اللي خركتنا من الجنة سيدنا آدم بيقول له شيء كتبه الله علي أم شيء فعلته قلب الشيء كتبه الله علي فهنا النبي بيعلقه يقول فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى ليه لأن بعد الوقوع قدر الله ما شاء فعله هل هذا استهان بالزنب بل هذا تسليم وراجاء لله سبحانه وتعالى فتفهم منها من العقيدة بتاعت أنك أنت إنسان شرير وأن الزنوب منك وأنك أنت إنسان أدبا نعم بنقول الشر ليس إليك وننضيفه بما كسبت أنفسك تماما نضيفها إلى نفسنا ولكن في الحقيقة كله من الله كله من الله ولكن باعتبار الأدب نضيفها إلى نفسنا فبالتالي ما بقيناش فكرة طائع ومهتادي وعاصي ووحش وغريب إلى آخر هذه الحماقات كل دي فتحت أبواب من مشاهدة النفس لأنك ظنيت أنك أنت بحولك وبقوتك بتطيع وبتعصي فبتتعال على العاصر ويصير باحتقاب في حين أنه هو سبحانه وتعالى الهدك واضله أو أوقعه في المعصير ولو شاء العكس سبحانه وتعالى وليس على الله ببعيد فإذا دام تعلقك تعلق القلب بمراد الله سبحانه وتعالى وبمشاهدة رحمته وبالخوف من استمرار توالي الخزلان عليك ربما أعقب الطاعة أو ربما أعقب المعصية بالطاعة سبحانه وتعالى يبقى هي دوت معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يبقى ما نتلككش بالقدر قبل الوقوع بل نجد في أنفسنا الإرادة ومن يدعي أنه هو مجبور على الذنب فليدعي أنه مجبور على عدم الأكل ويدعي أنه مجبور على عدم الفعل وعدم الحركة وليسكن مكانه ولا يستطيع الانفكاك عن هذه الإرادة لأنه لو اختار السكون لكان مختارا للسكون فأنت تيجي عند الطاعة والمعصية وتقول لربنا هو المقارات طب والأكل اللي سلقه من شوية وأكله ده وربنا برضو هو اللي أراده لما عدتش ساكت وقلت لو أراد لأيه لساق إلي الطعام بطم زي البوبي كمان شوية يقول ما تقوع والأكل يقرسك وتأكل ما ده اختيار برضو فإيه بقى هذي الله ده يستعبط مش أكتر الإرادة واحدة كل إنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى ده لا ينفي أنك مأمور بصرفها إلى الإيه إلى الطاعة ومنعها عن المعصية فإن وقعت لا قدر الله في المعصية لا ينقطع الرجاء بل هي أقدار خلاص قدر الله وما شاء فعل وابدأ من الجديد واصرف ولا يمن لله حتى تمني بذلك تستقيم الحياة وليس هذا في الطاعة والمعصية فقط بل في جملة الأسباب فبالتالي بتروح للدكتور لأنك مأمور بالذهاب إلى الطبيب في التداوي وعاصي لو امتنعت عن التداوي فيما هو واجب لأن بعض التداوي مباح مش كل الدواء طبعا تفاصلتها في الفرقة مش كل الدواء واجب ويسمعنا الدكاترة في هذه القضايا بس من حق أن أنا أخطر حق من المريض بعض الأمراض حق أن أنا في الآخر أخطر أن أنا إيه ما تعليكش لكن بعضها يجب لو كان شفاقها شبه حتمي عادة تسيب نفسك لأهلك لا تأثر تبقى منتحر أو مطلف لنفسك فيجب عليك لا الطبيب هو اللي بيش فيك ولا الدواء هو اللي بيش فيك وإنما أنت مأمور وقلنا في كلام صادق فالوجود كله من مفتتحه إلى مختتمه يتحرك بأمرين لا سالسة لهم شرائع سواء بأئة إلهية أو غير إلهية وطباع فمن لطفه أنه ركب فيك غريزة البقاء وركب فيك الجوع وركب فيك الألم وركب فيك اللذة لأن وازع الشريعة ضعيف يحتاج إلى كمال إيمان فبتيجي الناس تتدايق هو ليه القرآن مليء بالتخويف وما تتكلمنا عن ربنا أكثر وإحنا لو حبناه هنشتغل أيوما أنت على ما تحبه هتكون كفرت ليه لأن المحبة مقام عزيز مش هتوصل لهم أين عشيات وضحاها وحضرتك إنسان كسولي طبعا يعني عايز تقولي لو أنت الفجر مع لهوش عذاب أو مسئولية هتصليه محبة كده رمضان اللي إحنا بيطلع عندنا في عز الصيف وإحنا بيصومه لو مش هنقسم لو فطرنا كلنا كده كل اللي عادين هنا هايصوموا محبة أشك يا إما حتصومه عادة علشان أنت بس متعود يا إما حتصومه إيه لأسباب صحية يا إما حتصومه خوفا فبيق من مطفه إنه هو ما كتفاش بواعز المحبة بوازع المحبة عزيزة بل أضاف إليه وازع الخوف والرجاء علشان إيه تتحرك شفقة عليك رحمة بك وقدرت ترتقي ارتقي وتبقى زي ما قالت ربع العدوية نوم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها مقام عالي جدا لو وصلت له خير وبرك ده كفر لا مش كفر هي تجردت من مشاهدة الأسباب وتمحضت عبوديتها لله سبحانه وتعالى لأن عابد الجنة والنار هو عابد لشيء سوى الله ولكن من لطفه أنه قبل منك هذا لكمال التوحيد ألا تريد شيئا سوى الله وده عزيز جدا صعب جدا على النفوس إحنا بشر نفعيين الغالب فينا هو البحث عن لذتنا وألمنا فمن لطفه أن يجعل لك الجنة ويجعل لك الإيه النار ولا يخاطبك بما تعجز عنه وإلا فالكمال أفلا يكون عبدا شكورا ده الكمال غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بقي مقاما معجودية هو ده الكمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيعبد الله سبحانه وتعالى مش خوفا من الجنة مش خوفا من النار ولا طبعا في الجنة لأنه ضمن أمن سبحانه وتعالى من هذه الحيثية ولكن بقي مقام المحبة والعبودية والامتسال لله سبحانه وتعالى وهذا هو المقام الكامل ده مش إنكار لآيات الوعد والوعيد ولكن تحقق بمعنى الوعد والوعيد أن وظفتهم مش مقصودة لذاتها فلا ننكر أبدا أنه في جنة وفي نار حشا لله ده كفر ولكن الكمال المقصود هو إرادة الله سبحانه وتعالى في العمل يبقى ده فكرة التكليف وفكرة الأمر والنهي وفكرة القضاء والقدر يبقى كل ما في الوجود هو بقدر الله وكل ما في الوجود هو في علم الله السادق ولا يكون في هذا الوجود إلا ما علمه الله ولا يتجدد علمه وكل علمه هو واقع ويخلق في لحظة ما ولكن باعتبار كسبك أنت مطالب بصرف الإرادة التي تجدها إلى ما أمرت بيه ونهيت عنه فتتحرك في هذا الوجود بمقتضى الطبع أو بمقتضى الشرع فإن بعف الوازع الشرعي حركك الوازع إليه الطبع لكذا يتكلموا في علم الاجتماع والعمران وإن مثلا المجتمعات ممكن تتحارب لغاية ما توصل للحظة يضطروا أنهم يتعايشوا حتى أنهم من غير شرائع يشوفوا أنهم حيفنوا بعض فتلاقي المجتمعات تبدأ مع وقت معين أنهم يبدأوا يضطروا إلى التعاون طبعا غريزة البقاء تتطرك واضح المعنى فهو تصورا أن الإنسان بقى بيرتقي عن الشرائع برضو حماق الإنسان ما بيرتقيش عن شرائع ولا نيلة لا بيزداد جبالة وبيزداد جشعن وبيزداد طمعا كل ده طبعا كلام طويل فيه تشعبات ولكن مطف اللام هو حط الحكتين دولت الشرائع التي تكون هي الفضيلة والطباع ليبقى النوع الإنساني فلولا أنك فيه طبعك اللزة والألم وبتخف منهم كانت حاجات كثيرة جدا الشراء الواحدة ومش هيقوى كده فلولا أن فيه عقوبة اسمها الإعدام عشان كده اللي بيدرس علم القانون ويقولك من شرط تعريف القانون أنه هو يكون على عقوبة رادعة لو توبيخ ولما يقولك ده مش مصوص إرشادية أو ليحة لكن قانون لازم يبقى فيه في مقابلة عقوبة ليه؟ ما أنت مش حتلتزم إلا لو في عقوبة طب أنا مؤدب وبربة الحزم لوحدة من غير ما حطوا لكاميرات هيش خير وبركة بس مش كل الناس كده وحتربطوا مرة مش هتربطوا عشر إبقى دوت هالفك دوت الوجود فاهمين الوجود بهذا المعنى طب والطبع هو الذي خلقه والشرع هو الذي أنزله فعشان كي يقولك وبهذا الدليل تعرف استحالة أن يكون لشيء من العالم تأثير البتة في أثر ما لما يلزم عليه من خروج ذلك الأثر عن قدرة مولانا جل وعز وإرادته وذلك يوجب أن يغلب الحادث القديم وهو محال فلا أثر إذن لقدرة المخلوق في حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية ولا في أثر ما على العموم لا مباشرة ولا تولدة والثواب والعقاب لا سبب لهما عقلا ما فيش علا ومعلول عقلهين وإنما الطاعة والمعصية أمارتان مخلوقتان لله تعالى بلا وسطة معينة من العبد ما فيش حاجة أنت اللي بتخلقها بل كل مخلط من الله تدلان شرعا لا عقلا وإلا فلو عكس سبحانه وتعالى لما قبح ذلك منه لو جعل الصوم سببا لدخول النار والزنة سببا لدخول الجنة لما قبح ذلك كمان طيب إحنا ليه ننفر منها؟ عشان أنت متربي منذ الصغر على الإسلام وكسرة الاعتياد بتجعل هذه الأمور أقرب إلى الطب فالطبعك في الحقيقة هو مجموعة عاداتك اعكسها بقى ونروح لبيئة تانية نشأ على العكس حتى أكلت لحوم بشرة أو حتى من غير ما تتطرف روح أوروبا وأمريكا ما أكثر المجتمعات وخاصة الغير متدينة العلمانية اللي ممكن تعتقد أصلا أنك فعلك الدين ده فعل قبيح وفعلك الحر ده هو الحسن فبالتالي تدلاني شرعا لا عقلا على ما اختار سبحانه وتعالى من الثواب والعقاب ولو عكس سبحانه في دلالتهما أو أثاب أو عاقب بدءا بلا صدق أمار لو احنا موجودين في الوجود ده وفجأة متنا فجأة لا يتواحد بيخضرك على النار وليعز بالله طب ليه؟ ما هو عايز كده لا يقبح لحسن ذلك منه جل وعز لا يسأل عما يفعل يبقى تعرف بده غاية المطف هل معنى كده ان احنا مؤمنين ان الحياة كده مليهش ضابط في فرق ما بين نفي الوجود وسجوت الجواز فنحن رأينا ان هناك ثوابا وعقابا وان لهم علامات ولهم تكلفات ولهم محاسن ولكن احنا بننزه الاله بس عن الوجود ان الحاجات دي كلها كان مضطرا إليها اضطرانا بس لكن احنا مش شايفين ان احنا هروح اشرب خمر علشان اخش الجنة لو فعلت ذلك انا كفرت لان انا كانكرت الشريعة السابتة قطعا عن النبي بس احنا بننزه الاله عنه وبها انه يجب عليه انه يحرم الخمر وفيش حاجة تاجب عليه وكسب العبد اللي هو فعلك ده عبارة عن مجاد الله تعالى المقدور فيه في العبد كالحركة والسكون مثلا مصاحبا لقدرة حادثة فيه في العبد تتعلق بذلك المقدور من غير تأثير لها فيه اصلا معنى كده ان احنا بننكر السببية بننكر التأثير بننكر التأثير مش بننكر السببية وإلا في السبب العادي الذي يجب اكتسابه هو الذي يجب اكتسابه عايز تسخن الماء يجب عليك تسخين الماء عادة ولو قصدت ذلك شرعا يعني لو قصدت انك انت تدعو الله بانه هو يسخن لك الماء بيلا مسخن سواء بقى كهرباء ولا غيز ولا تأثير في الدعاء ده لانك تدعو بخرق العادة ولا يجوز الدعاء بخرق العادة واضح الفكرة يبقى هل اهل السنة بينكروا السببية يعني ايه بينكروا السببية بينكروا ان في هذا الوقود شيء ممكن بلا سبب جنود دعاين العقيدة الالف به ان كل ممكن لابد له مني من سبب بينكروا ان النار محرقة وغيرها ماذا تقصد بمحرقة بذاتها وبنفسها ننكر نعم بقلق الله لا ننكر بجرايان قانون العادة لا ننكر فحرر المفهوم ما تعدش ترمي علينا ارود وتجري ايه الارد اللي عايز ترمي انتو بتنكروا سببها انتو درويش فين الدروشة هل انا قلتلك ان النار ما بتسخنش انا بس بحلل التسخين ده بيحصل منين منها ولا بخلق الله لكن انا زي زياج بسخن شاي بالنار عادي بل اقسم لو ما عملتش كتب لو كان لو اعتقدت اصلا ان ربنا هاخرق للعادة او هيفعل لا سبب لغ واضح المعنى يبقى حرر المفهوم ما معنى السببية ان كل سبب لابد له من مسبب ما هو من هو السبب هذا هو محل ايه البحث كوني اقريت ان المسبب هو الله لا يعني اني يجب علي اكتساب الاسباب العادية لانه هو الذي وضع لي قوانين العادة في الدنيا وامراني باكتسابها يبقى وبذلك بنفهم ان القانون المعجزة ان المعجزة اللي حنتكلم عليك كالنار وسيدنا ابراهيم ما هيش تغير في قانون الكون هو العادة التي تغيرت ان الله لم يخلق الاحراق عقيب ممثة النار رغم ان العادة كانت جارية بذلك لان النار مش محرقة بطبيع هيبقى قوانين العادة مش خارقة للقوانين العقلية وزر المعجزات مش خارقة للقوانين العقلية وانما خارقة للقوانين العادية وهي اضطراض حصول الاثر عقيب المؤثر العادي وإلا فالمؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وهذا الكسب اللي هو حركتك الارادية دوت هو متعلق التكليف الشرعي فانت مطالب صرفه الى الطعام وامارة الثواب والعقاب شرعا لا عقلا اللي بيدل لما بتصرفها الى الصلاة بنقول لما كانت حتساب والذي يدل على مصاحبة هذه القدرة الحادثة للفعل وان لم يكن لها فيه تأثير البتة ادراكنا الفرق ضرورة بين حركة الارتعاش ونحوها من الحركات الاضطرارية وبين غيرها من الحركات الاختيارية ولا فرق بينهما بعد السبر التام الا كون هذه الاختيارية مقرونة بقدرة حادثة في العبد يحس بها تيسر الفعل عليه بخلاف الأولى الاضطرارية يبا احنا ما بننكرش ان فيه حركتين من العبد واحد اختيارية واحد ايه اضطرارية فخرج لك من هذا ان بقولنا ان مع الفعل الذي لم يحس لم يحس صاحبه فيه الاضطرار قدرة حادثة في العبد هي عرض من الاعراض كالعلم ونحوه تتعلق بالفعل وان لم نرى لها تأثيرا فيه اصلا انك انت عندك حاجة اسمها القدرة وان ما كانتش هي المؤثرة انفصلنا عن مذهب الجبرية القائلين بنفي قدرة حادثة في العبد مطلقا يبقى الجبر المزموم عندنا هو نفي القدرة الحادثة مش نفي تأثير القدرة الحادثة اللي بيقولوا ان الدنيا ريشة في هوا ان كل فعلك ده انك انت اسكن وما تفعلش اي فعل علشان ربنا هو بيعمل كل حاجة لانهم اهملوا ملاحظة القدرة الحادثة اما الكلام في التأثير فده مش هو النزاع وبقولنا ليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل اصلا وانما تتعلق به وتصاحبه فقط انفصلنا عن مذهب القدرية مجوسي هذه الامة موصفين بالمجوس ليه بغض نظر عن صحة الحديث يعني فيها حديث بيروى لان المجوس يروى اله للشر ليه علشان يروى من فكرة الظلم ووضلة الشر لانهم شايفوا ان لو في لول ان في خالق آخر للشرور غير الله كان الاله ده حيبه شرير فاحنا بنقول يعني هي شرور وهل الاله يجب علي فعل الصلاح والاصلح ليك ولا لا فاحنا هدينها من بابها لالله يعمل اللي هو عايزه وده لا يسمى بشر بالنسبة للمطلق بالنسبة لك سمي شر اكيد لو بيتك لقدر الله تهد شر بالنسبة لي ولكن هل يجب على الاله انه لا يفعل ما هو شر بالنسبة لك يطلق وقد يكون هذا الشر خير المليون واحد غيرك اللي حيبني لك البيت واللي حيقض منك الفلوس والدكتور اللي حينقذك والحانوتي اللي حيبسلك انفصلنا عن مذب القدرية مجوسي هذه الأمة القائلين بأن تلك القدرة الحادثة في العبد بها يخترع العبد أفعاله على حسب إراداته قالوا وبذلك أطاع وعصى وعليه أثيب وعوقب وقد سبق لك أن الثواب والعقاب لا سبب لهما عقلا عند أهل الحق وإنما الطاعات والمعاصي أمارات جعلية لا علل عقلية فتحقق بهذا تمييز مذهب الحق عن المذهبين الفاسدين وهما مذهب الجبرية والقدرية فإن تمييزه عنهما مما يلتبس على كثير وكذلك لا أثر للطعام في الشبعة ولا للماء فري والنبات والنظافة ولا للنار في الإحراق أو التسخين أو مبجي الطعام ولا للثوب أو الجدار في الستر أو دفع الحر والبرد ولا للشجرة في الظل ولا للشمس وسائر الكواكب في الضوء ولا للسكين في القطع ولا للماء البارد في كسر قوة حرارة ماء آخر كما لا أثر لذلك الآخر في كسر قوة برده وقص على هذا كل ما أجر الله تعالى عادته أن يوجد عنده شيئا عنده لا به والتعلم أنه من الله تعالى بدءا بلا واسطة ولا أثر فيه لتلك الأشياء المقارنة لا بطبعها ولا بقوة أو خاصة جعلها الله تعالى فيها كما يعتقده كثير من الجهل وقد ذكر غير واحد من محقق الآئمة لاتفاق على كفر من اعتقد تأثير تلك الأشياء بطبعها نازاتية والخلاف نقل الخلاف في كفر من اعتقد أن تأثيرها بقوة أو خاصة جعلها الله تعالى فيها وإن نزعها لم تؤثر بغض النظر عن المسألة الفطهية فقد عرفت بهذه الجمل ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وهذا هو عين التوحيد نكترى ما في الوجود كل من الله ابتداءا وانتهاءا وتفهم ليه أنت بتسمي الله قبل كل فعل قبل الأكل وقبل الشرب ما هيش تبرك ما هيش كلمات بخور بنولعها قبل ليه قبل الفعل بل لأنك ترى أن كل شيء من الله وكل عطاء من الله وبتلبس السوب لأنه هو الذي أعطاك وهو الذي كساك وهو الذي سترك به سترك على الحقيقة